موقع انفستنغ بينشر تقرير بيكلم فيه عن الجنيه المصري اللي واقع ما بين المترقة والسندان ايه المترقة? الفدرالي الامريكي وايه السندان البنك المركزي المصري الجنيه بين مترقة الفدرالي الامريكي وسندان المركزي المصري التراجع بات وشيكا مرة ثانية بنتكلم عن التعويم تترقب أسواق المال والأعمال لرد الفعل على قرار البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي المصري بشأن الفائدة الأسبوع القادم فيه اجتماعين هنتكلم فيهم عن الفايدة وبناء عليه هنعرف إيه اللي هيحصل فيه الجنيه المصري في الغالب التقريب بتاع انفستنج بيقول أن ده يتزامن مع تخفيض الجنيه مع رفع أسعار الفائدة في مصر وذلك من أجل جذب السيولة من الأسواق والسيطرة على التضخم لو تفتكر معايا الدائرة المفرغة اللي اتكلمت معاك فيها الأسبوع اللي فات وكانت مرسومة هنا وكنا بنقول أنه هو بيرتفع التضخم بعدين بيرفع الفايدة بعدين بيدخل في فوايا الديون الديون بتزيد التضخم بيزيد بنرجع لنفس القصة وكان معاها كمان بيع الأصول وبعض العوامل الأخرى بيكمل التقريب بتاع انفستنج وبيقول أنه الاحتياط الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفايدة سبع مرات خلال 2022 مرة واحدة بس في 2023 عشان يتراوح النطاق ما بين 4.5% إلى 4.75% البنك المركزي المصري في اجتماع فبراير الماضي أبقى على سعر الفايدة كان فيه توقعات أنه هيزود سعر الفايدة وبالتالي هندخل فيه مشكلة لكن لا هو أبقى على أسعار الفايدة وقال في البيان أن الزيادات الحادة في أسعار الفايدة اللي بيتم تطبيقها على مدار العام الماضي ستساعد في كبح التضخم اللي بيبلغ 21% طبعا الرقم ده زاد جدا الفترة الأخيرة التقريب يقول أنه عودة الأموال الساخنة صعبة شوية أنها تحصل في مصر الفترة القادمة لأن مصر هتواجه بعض المشاكل الكبيرة في قصة تراجع الجنيه طيب تعالوا نشوف مع بعض بعض العنوين العريضة في هذا التقرير الجنيه بين مطرقة الفدرالي وسندان المركزي المصري قرار الفدرالي قد يكون أشد قصوى على الجنيه الفترة القادمة لو رفعوا الفايدة ده هيؤثر علينا بشكل كبير من المستبع تعودة الأموال الساخنة في المستقبل القريب لأنه لسه موضوع الثقة ما حصلش وما تمش في الشارع في الاقتصاد المصري بشكل كبير من المستثمرين الأجانب وكمان الخالجيين الضغط على ميزان المدفوعات مع الاختراض الخارجي دي المعادلة الفاشلة اللي مستمر فيها النظام المصري حتى الآن كمان بيقول أن البنك المركزي يمكن يرفع الفايدة بمقدار كام؟ تعالوا نشوف 300 نقطة أساس طيب تزامن إعلان رفع الفايدة مع تعديل محتمل لسعر العملة حط ده كله جنب قصة الجنيه اللي هيتم تخفيضه أو تعويمه في الأيام القليلة القادمة وبالتالي ده هيؤثر بشكل كبير جدا دول الخليج تنتظر المزيد بشأن الجنيه وإثبات الإصلاحات ده نفس اللي قلناه في بلومبرج من دقايق قليلة قلنا أنه الخليج لسه بيتابع لسه بيشوف ولذلك محمد معي ترح لهم وقال لهم يا جماعة أرجوكو أنتو يعني تعالوا ادعمونا وإحنا مش يعني مستعدين نعمل أي حاجة أنتو عايزنا مشكلة الاقتصادية مستمرة زي ما قلت لك لا يخليوم من غير تقرير اقتصادي بيتكلم عن المشاكل الاقتصادية في مصر بشكل كبير اشتركوا في القناة